اشتركوا في القناة مغدرة مذهلة ودقة عالية يعمل بها الروبوت الذكي عند صرف الأدوية للمريض فهذه الصيدلية الذكية في مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية تم تصميمها بأعلى معايير الجودة لتساعد الصيدلي على اختصار الوقت وسرعة صرف الأدوية للمريض التكنولوجيا المتطورة التي نوفرها هنا في مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية التكنولوجيا المستخدمة في قسم الصيدلية في المستشفى طبعا الطبيب يسجل الوصفة للمريض في الجهاز والصيدلاني تبين عنده الوصفة في الجهاز وخلال ثواني معدودة هذا الجهاز يقوم بتأكيد الوصفة والتأكد من أن الدواء موجود متوفر في الصيدلية ويوفرها للمريض في وقت سريع ما يتعدى بضعة ثواني فقط ونتأكد من أن الدواء الوصفة هي الصحيحة مراعاة صحة المريض ومنح الصيدلي الوقت الكافي للتواصل مع المريض وتقديم الشرح الوافي له بطريقة استخدام الدواء هي أحد أهم الأهداث التي يعمل عليها الروبوت الذكي والذي يتولى عملية صرف الأدوية في وقت قياسي هذا الجهاز سيوفر الوقت الكافي للصيدلاني عساس يشرح للمريض طبيعة الدواء استخدامه سايد فكتس الممكنة لتحصل معه وطبيعة الوصفة بالضبط تكون يأخذها المريض خلال كم يوم الفترة اللي يأخذ فيها الدواء كل هذه المعلومات المهمة بالنسبة للمريض هذا الجهاز سيوفر وقت مناسب للصيدلاني عساس يشرح هذه المعلومات كلها للمريض في وقت سريع ويكون كافي عساس المريض يستوعب وصفته بشكل دقيق هذا التحول الرقمي سهم في تغيير نظم إدارة الصيدليات لتصبح أكثر تطوراً ما يعكس دورة تكلونوجيا عند صرف الدواء من دون تدخل بشري دور كبير يلعبه هذا الروبوت الذكي في خفض أوقات انتظار المراجعين عند صرف الأدوية وتوفير أعلى معايير السلامة وتغليل الأخطاء الدوائية فضلاً عن منح الصيدلية الوقت اللازم لتقديم الشرح الوافي للمريض حول التفاصيل الدقيقة للدواء خلالي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين